السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكملو دابال بلاتو دينا ندوزو الشكل الخامس والاخير اللي هو فنانسيه كريمة البرتقال ولموس وشوكولة كنحتاجو اولا الفنانسيه عنا 4 بياد بيد 150 قرام ديال السكر 50 قرام بودرة اللوز او اللوز كيكون مطحون بقشورو عنا 50 قرام ديال الطحين و 20 قرام ديال الكاكاو و 125 قرام زبدة نوازة كنخلطو جميع النواشف كنديرو اللوز مع السكر مع بودرة الكاكاو والطحين كنخلطو الكل بعد غد نضيفو لهم بياد البيض نضيفو عادي و في الاخير نضيفو هذه الزبدة حتى دخلنا مع الخالد اللومول ديالنا ندهنا و لبسناه بورق الطبخ كنفرغو الخالد ديالنا في المول و نحاولو نمشيوه على كامل المول كندخلو الفران يكون مسخن نقبل على 180 درجة مدة ديال 15-20 دقيقة نحضروا كريمة البرتقال عنا ثلاثة سفار بيت عنا ثلاثة عسر ديال البرتقال عنا معلقة كبيرة و نص ديال نشا 75 جرام ديال السكر 75 جرام ديال الزبدة و عنا 4 جرام تعجلاتي اللي كنديروهم في الماء باش ييرطابوا كنشدو هادا كسفار البيت كنطربوه بالخالات اليداوي مع السكر و النشا حتى كي يبياد اللون ديالو من بعد كنطربوه هاداك عسر ثلاثة انتع البرتقالات سوف كنخلطوه الكل و كنديروهم فوق العافية مع التحرك دائما حتى يغلالينا الخالات من اللي كي يغلي خارج النار كنطربوه الجيلاتين كنستقطروها من المام زيان و كنطربوه هاداك الزبدة و احنايا كنحركو كنناخدو الفينانسي ديالنا كنقطعوه في واحد لمول إطار اللي غادي نديرو فيه المونتاج كنطربوه هاداك كريمت البرتقال و كندخلوها لتلاجة حتى تشد فرصها كما كنتشوفوا معايا هنا انا دخلت هاداك تشدت فرصها كنحضروه لاموست الشوكولة لدينا 250 مليلتر الحليب لدينا 50 غرام لدينا 3 صفار بيد 6 غرام الجيلاتين اللي انا دايرها في الماء لدينا 200 غرام لدينا 200 غرام 1 مليلتر ديال الكريمة اللي انا طلعتها على شكل شانتيي و خليتها في تلاجة سوف نضرب هاداك سفر البيض مع سكر كنضيف له قشور البرتقال كنحرك مزيان لدينا 200 غرام لدينا 200 غرام لدينا 200 غرام و خارج النار نضيف له هاداك الجيلاتين اللي نستقطرناها من الماء و نضيفه هاداك طريفة الشوكولة و نحركه مزيان حتى ندب لدينا الشوكولة و نقبها في واحد الإناء و نخليها حتى تبرد ماشي تجمد لدينا الكريمة لا تدب لدينا سوف نضيفه هاداك الكريمة للشوكولة دينا بعدما تكون بردات كما تشوفوا معايا نحرك بالطرب اليدوي انتو ما تقدروا تستعملوا الاسباتول سوف نفس النتيجة سوف نضيفه هاداك الكريمة في الشوكولة سوف نقبها من فوق كريمة البرتقال اللي كنا خليناها بردات سوف نرجع لكل تلاجة ليلة كاملة في الغد كنزولوا هاداك الإطار و نقطعوا الحلوة دينا كما بغينا أنا هنا قطعتها لشكل مربع كما تشوفوا معايا و زينتها بطريفة الشوكولة نتمنى ان شاء الله البرتقال دينا يكون يعجبكم و تجربوا الوصفات و الى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة